وجه جديد من أوجه صراع النفوذ والمصالح في العراق عنوانه أمانة بغداد حيث أثارت استقالة وزير الشباب والرياض السابق عبدالحسين عبطان من عضوية مجلس النواب عن تيار الحكمة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بعد تكهنات حول توليه منصب أمين العاصمة والذي يعينه مباشرةً رئيس الوزراء بحسب القانون ووفقاً للمصادر فإن هناك اتفاقاً سياسياً بين الكتل والأحزاب على تولي عبطان منصب أمين بغداد الذي بموجبه يكون مسؤولاً عن إدارة العاصمة بالإضافة إلى البلدية التابعة لها طرح هذا الموضوع لم يبتعد كثيراً عن الخلاف ما بين تيار الحكمة بزعمة عمار الحكيم وميليشيا العصائب التي يتزعمها قيس الخزعلي إذ ذعى عبدالأمير الدبي أن نابعاً كتلة صادقون الجناح السياسي لميليشيا العصائب دعا رئيسات الثلاث إلى تسليم منصب الأمين إلى شخصية من البغداديين الأصليين عداً ذلك إنصافاً للعاصمة ائتلاف دولة القانون بزعمة نور المالكي لم يكن بعيداً عن السجال إذ قال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطالبي إن أمين بغداد يجب أن يكون بغدادياً في إشارة إلى أن مرشح العكم عبدالسين عبطان من محافظة النجف ومنذ عام 2003 تولى منصب الأمان ستة أمناء فشلوا جميعاً في إعادة وجه بغداد المشرق والتهموا والمسؤولون الذين عملوا معهم بالفساد واستغلال المنصب وفقدان الكفاءة بينما تغرق عاصمة الرشيد بالنفايات وتعاني من سوء الخدمات تحاصرها بل وتمزقها الكتل الكونكوريتية وتخنقها الازدحامات المرورية حتى تحول هذا المنصب من فرصة لخدمة بغداد وأهلها إلى وسيلة للتربح على حسابهم وصورة من صور صراع محموم لا يريد أن ينتهي عند حد ظاهره سياسي لكن ما يخفيه من سلطات وفساد هو الحقيقة بعينها شكرا 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 شكرا